السلام عليكم. انا اب اجي وش عندي شي تعويض من عند للسينيسيس على الاطفال. هدا هو الموضوع ديل الفيديو ديوما. الاجواب هو ان السينيسيس كتعطي التعويضات العائلية على الاطفال. انا في هاد الفيديو هنشوفو عشن هما شكون هما المستفيدون من هاد التعويضات العائلية. عشن هما الشروط للاستفادة من هاد التعويضات. عشن هما مبلغ الاستفادة. عشن هما الاجال للايداع الطلب. عشن هما الوثائق لمطلوبة. اذا نبدو بالمستفيدون. شكون اللي يقدر يستفد من التعويضات العائلية. هلو كان بطبيعة الهات الاجراء المزاولون لنشاط ميهني. الخاضعون لنظام الحماية الاجتماعية والمقيمون بالمغيب. هذا هو مل للأجراء اللي كيخدم لإخدام في شركة. والو باتخون ديالو مضيك لايبي في لسينيسيس. وبينسير مقيم في المغيب. هادو عند الحق يستفد من طويضات العائلية على الاطفال اللي عنده. شكون اخوة دايستف هما اصحاب المعاشات. هاللنس اللي هادو عندهم واحد شرط باش يستفدو من طويضات العائلية للاطفال. هلا خاش سيد لاغوتخيت وتزاد عنده طفل في عشر شهور اللولة ديال لاغوتخيت. هنا كيقدر يستفد من طويضات العائلية على هادو الطفل. تزاد عنده الطفل من بعد عشر شهور باش بداء من لاغوتخيت. هنا ما عندوش لحق يستفد على طويضات العائلية على هادو الطفل. انا ده بغا نشوفوا الشرط للاستفادة. اشنوما الشرط يخص يطفوا في الاجهر ولا في صاحب المعاش باش يستفد من طويضات العائلية. كان الشرط الاول هو اتبات مية وثمانية ايام من الاشتراكة متصلة او غير متصلة. خلال ستة الاشتراكة الاخيرة من تسجيلة. هدك يعني اللي باش يكون من بين الشرط للاستفادة وان يكون البادخون ديالك عندما نخدام. من ديكلاري بيك في السنسيس. مية لمينموم مية وثمانية الايام. ولا مية وثمانية نقطة. خلال ستشهر الاخيرة. من بداية باش تستفد من طويضات العائلية. شرط داني هو اتبات اجهر شهرية لتقيل على ستين في المية من الحد الادنى للاجهر. استدار. باللي. الباطرون ديالك ديكلاري بيك. المنتون. ولا الصالع باش غاي ديكلاريك في السنسيس. خلال سيكون كتر من ستين في المية. المينموم هو ستين في المية ديال السميك. واللي العلم فالسميك في المغريب. غير شهد واحد التحول. فابتداء. حاليا السميك في المغريب هو الى دىствين م试化. المغريب هو 1828 بروت خام. 2018 دoudaثام بروت. لكن بسداء سيبتمب من فاتح سبتمبue 2022 ست زاد زيادة في الـ 55%. وبذا حاليا السميك هو 20 algebra 270 داهم بروت. اذا باش يكون عندك الحق في تعويضات العائلية خاص ل otherUAic run بيك بالمينموم هو 60% من هاد بلس ميك انوع من بعد كين الشروط كانت تتعلقة بالطفل اولها هو بالنسبة للطفل المتكفل به 12 سنة هو خصي يكون مقيم في المغايب مخصوش يفوت 12 سنة إلافة 12 سنة معتصفرش من التعويضات وكين الشرس الثاني بالنسبة للطفل إقدار يمشيه معك 13 سنة بالنسبة للطفل اللي يقع وكيستفد من التكوين الميهني ماكسيموم 18 سنة يعني إلافة 18 سنة ما تبقىش تستفد في طويضات العائلية وغير يمشيه معك حتى 21 سنة بالنسبة للطفل اللي حاصل على البكالوريا ويتابع دراسته الجامعية بالمغيب أو خارج المغيبي بالنسبة للطفل هذا إلافة 21 سنة ما تبقىش تستفد على التعويضات العائلية عليها وبالنسبة للطفل في وضعيات إعاقة فالشراط السن غير متوفرة يعني الشراط السن ما كناخدهش يعني كيستفد طفل اللي هو في وضعيات إعاقة كيستفد مدى الحياة من طويضات العائلية بالنسبة للإخوان اللي ماذا ما شتركوش في القناة ما تنسوش تديعوا واحد أبوني وتفعلوا الجرس وتبقى تجيلوا فيديو مع الأصدقاء بالنسبة لكم نرى مبلغ التعويض ليس حال سنأخذ في هذه التعويضات العائلية تعويضات العائلية تكون على كل طفل متكفل به في حدود 6 الأطفال بالنسبة للثلاثة اللولين طفل أول والثاني والثالث فنسبة التعويض هي 300 دمه من كل طفل بالنسبة للطفل الرابع والخامس والثالث فمبلغ التعويض هو 36 دمه على كل طفل والجديد في هذا الموضوع هو أن ابتداء من ينيا 2023 كي ينوح تزيادة مرتقبة وهذا الطفل الرابع والخامس والثالث ستكون لتخلص عليهم 100 دمه على كل طفل عوض 36 دمه حاليا بالنسبة للآخر أجل لإيضاء الطلب عندك أجل ينطل 6 أشهر ابتداء ممتع من ولاد الطفل لكن في حالة التأخر ستجدك سيدتاز عند الطفل ممشى لتكلم كانت تطلق العامين تتجد عند طفل في جنوبي22 ما ذكرها به تل جنوبيع 2014 فهنا ستعود السينيسيس على التشعر الأخيرة لتاريخ إيداع الطلب يعني ستخلصه من يونيو 2013 حتى الجنوبيع 2014 وذلك سعادة تصفت له كل شهر من بعد بالنسبة الوطائق المطلوبة كانت نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب الطلب نسخة من البطاقة الوطنية الخاصة بالزوج والذي الزوجة على حسن أن يقدم الطلب شهادة بنكية قصدة تحويل البنكي هنا عيوض لتشد الصف في السينيسيس لتأخذ الشكل للتعويضات العائلية ستجد المبلغ للتعويضات في البطاقة الوطنية لقد أعطيتهم شهادة لغيب كنسميه لغيب ولا شهادة بنكية قصدة تحويلة نسخة من عاقل الزوج تعبيئات المطبوع والاستمارة المرجعها هو 311.11.11 لقد أريد أن تأخذ هذه الفورميلة ستذهب إلى جوجل ستغطي بهذه القوة 311.11.11.14 ستجد المطبوع و أعطي الشارجه PDF ستجد المبلغ للتعويضات العائلية ستجد المسخة على المعلمات التي يوجدها ستجد المسخة على المنائية تجد المسخة على المنائية شهادة من دراسية بالنسبة للطفل البالير من العمر أكثر من 12 سنة وقل من 11 شهادة ستكوين بالنسبة للطفل البالير من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 18 سنة ونسخة من عقد التبني إلا كان الطفل اللي غيستفد من تعويضات العائلية هو طفل متبنى هذا كل ما يتعلق بالتعويضات العائلية إلا عجبتكم الفيديو لا تنسوش تبارتجوا مع الأصدقاء وتفعلوا الجرس كمسا يوصلكم أي جديد وإلي كان شي تساؤل في الكومنتين جاوب عليهم السلام عليكم